في خضم كل هذا النقاش وتباين الأراء حول الدعوة لحضر شامل وحول العودة فعلاً لحضر شامل وحول التحذير الشديد من الحضر الشامل فيه ناس بتهدد بكسر الحضر الشامل إذا صار حضر شامل ده طعم ولادي هيك لهذه الدرجة يعني فيه ناس محتقن في خضم كل هذا لازالت الدعوات بعودة تعليم إلى المدارس مشتعلة على أوجهها هلأ هلأ حالياً الحملة اللي هي حملة لا لتعليق الدوام المدارس الآن بنفذ وقف احتجاجي مثلاً الدكتورة أسيل الجلاد منسقة حملة لا لتعليق دوام المدارس حقي أتعلم بمدرستي تنضم إلينا دكتورة أسيل صباح الخير صباح خير هلو طارق هلأ أعطيكم العافية دكتورة هلأ يعافيك يا رب أنتو الآن بوقفي بأعتقد بشيك بالشارع نعم كل حدا قدام مدرسته لنعبر عن رأينا باحتجاجنا على رأي تعليق دوام المدارس لأنه قرار مش صائب يعني عفوا منك الناس عم تحجز بتسافر وأنا أولادي مو أدر أبعتهم على المدرسة أولادي بطر أودهم على مراكز يتجمعوا مع ناس أنا ما بعرفهم عشان أنا ما بقدر أدرسهم وأنا مو أدر أودهم على مدرستهم اللي هي المفروض البيئة الأكثر أماناً لإلهم بكل معايير العالم كل ياته بكل مؤسسات العالم المعنية بالطفل أأمن مكان للطفل هي مدرسته وأنا مو أدر أود يعني مدرسته طيب بنا نفهم وجهة نظركم من أول دكتورة أسيل يعني الآن إحنا في الأردن الخاصة أنه وصل العداد لثلاث وأربع ألاف حالة ورح نوصل لعشرة كمان طارق طيب يعني هل من المنطق دكتورة أسيل البعض يسأل أنه أنت بتحكي رح نوصل لعشرة ألاف حالة هل من المنطق عادة تعليمنا نسمع وجهة نظركم دكتورة يعني أكيد أكيد مش إحنا بس إحنا ببلدنا بنفهم أكتر من كل دول العالم هلأ الدول العالم مرأت بالموجة الأولى واكتشفت أنه الغلط الوحيد اللي عنده هي أغلاق المدارس بدليل لما مرت عم بتمر بالموجة الثانية اللي هي المفروض أسوأ وأصعب الإشي الوحيد اللي أبقته فاتح هو المدارس ليه؟ لأنه كل الدراسات العالمية أثبتت أنه المدارس لا تشكل بؤرة لنقل العدوى ولكن التجمعات الدينية المولات المطاعم النوادي الرياضية مقرات الانتخابات هذولا مش بؤرة لنقل العدوى يعني أنا عفوا بس إحنا كل إشي مفتوح الحدود على مصرعيها البرية والجوية والبحرية مفتوحة المدارس مغلقة أنا موادرة أحمي أولادي وأوديهم على مدرستهم أعطوني حق الاختيار إحنا ما نفرد رأينا على الجميع ما حدا فينا بفرد رأيه ولكن زي ما أنت فرطت عليه تغلق المدارس ودرسهم عن بعد أعطيني حقي أختار إني أود أولادي على المدرسة وأنا أتحمل كامل مسؤوليتهم إحنا كأهل عم نتحمل مسؤولية أولادنا بكل نواحي الحياة من أول يوم ليه ما بيحقلنا نختار الحق الأساسي لإلهم اللي هو عودتهم إلى المدارس الحرم المدرسي يتعلم وحفاظا على صحتهم دكتور حكا استضفته صباحا أنه النفسية إشي كتير مهم للمناعة وهذا مش إشي بيختلف عليه أي طبيب بالعالم يعني حدا حدا دخل على المدارس وتطلع على إجراءات السلام المتخذة بالمدارس بأي حق فكرتوهم طيب، أنت شو حكينا عن الإجراءات الصحية المتخذة في المدارس التباعد واحد بال Natürlich الكمامة وفرضها ثاني الاستغناء عن النشاطات الغير ضرورية التزام المعلمات هذه هذه الإجراءات السلامة الفردتها غسل الإيدين ممنوع المشاركة ممنوع 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 وإحنا كأهل وإحنا كأهل كأهل التزامنا بالإجراءات السلامة والتباعد وتجنب الإجتماعات الغير ضرورية وا 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 كله التزامنا في عشان نحافظ على حق أولادنا بالتعليم يعني درجة الالتزام عند الأهالي لما كانت المدارس مفتوحة كتير أكتر من هلأ بدليل أن كانت قبل الأهالي ما مضطرة تأخذوا أولادها أي مكان تاني عشان نفسيتهم وعشان يلعبوا مع أصحابهم وعشان يشوفوا زملائهم لأن هذا كان الحق محفوظ بالمدرسة يعني أنت شافي أن الأهالي هلأ بيحزنوا أولادهم قاعدين فكل يوم الأم بتأخذ الأولاد طالعهم أي مشوار بيختلطوا في الناس من منطلق أن الولد زهيق هو قاعد في الدار بالضبط يعني هذا الإشاء عم نشوفه كل يوم يعني ليه إحنا عم نطلع قرار يخالف كل المؤسسات المدنية والدولية والاجتماعية والطبية بالعالم ليه بس إحنا إحنا لوحيدين اللي تفوقنا بأخذ القرار إذا استمرت الحكومة برأيها واضح أنهم استمروا على الأقل لنهاية الفصل الدرس الأول وإحنا رح نستمر برأينا هذا سؤالي شو أنتو رح أنتكون خطوات تصادي رح نستمر بدعوات نيني إحنا رفعنا مطالب إحنا مش بس عم نسرد المشاكل عشان أكون صريحة معك أستاذ طاري إحنا مش موضوعنا بس عم نشكي إحنا اجتمعنا مع كل أصحاب القرار نسبنا بمبادر اسمها حقي أتعلم بمدرستي حقي أتعلم بمدرستي وفرت للحكومة حلول للمشكلة مش بس كمدارس خاصة إحنا ما نتعاملنا مع الحكومة إنه إحنا بس رواد مدارس خاصة ومنتعامل بطريقة مختلفة عن المدارس الحكومية إحنا نسبنا بحلول تحل المشكلة لكل المدارس يعني المدارس الخاصة اللي قادرة توفر سبل التباعد كيف تداوم المدارس الخاصة اللي أصغر حجما نمو قادرة توفر سبل التباعد كيف تداوم المدارس الحكومية يعني في كثير طرق كل العالم اتجه للهايبرد لبلندد ليرنج ليه إحنا ما نعمل هذا الحكي يوم أو يومين بالأسبوع يروحوا على المدرسة هل هذا رح يضر فيها؟ طيب وصلت رسالتك دكتور أسيل الجلاد وإحنا مستمرين إن شاء الله معكم أول بأول نشوف لورنا تقصر يعني بأعرف أنه أنتو ما بتوافقونا الرأي بس أتمنى توصل صوتنا أكيد أكيد هذا اختلاق اختلاف الأراء لا يستدلل قضية كل الاحترام بالضبط في خطط وزير التربية نفسه عنده خطط ليه ما في استجابة ليه ما أحد عن بسمانه بس هذا السؤال من صاحب القرار أنا بس من طريق عن طريقك بحب بس أوجه إنه رجاءا بس نعرف من هو صاحب القرار بدنا إحنا نجلس مع صاحب القرار أو أصحاب القرار على طاولة وحدة عشان نعرف من هو المسؤول عن قرار إغلاق المدارس بس دكتور أسيل حضرتك بتعرفي إنه أنتو في ناس بالمجتمع الأردني وأولياء أمور برضو رفضين موضوع الذهاب أولادهم أصولنا حق الاختيار أنا ما عم نفرض رأينا أعطيني حق الاختيار لأنه كمدارس تقدر توفل اللي خاير المدارس الخاصة عندها منصات إلكترونية منصة درسك اللي هي المفروض قايمة بالمهمة موجودة فالحلين موجودين اللي بدأت المدارس يروحي اسمحي لي دكتور أسيل بنفس إذن خليك معنا دكتور أسيل إذا سمحتي لي إذن دكتور أسيل الجلاد هي منصقة حملة لا لتعليق الدوام في المدارس حقي أتعلم بمدرستي بنفس القوة اللي كنا نحكي فيها جدل حضر مش حضر 3000 حال هي المنظومة الصحية هذول الجماعة قاعدين بدعوا العودة التعليم الصحفية عبيدة عبدو زميل الصحفية عبيدة عبدو كتبت شيء على صفحتها بما معناه أنه أنا بشوف كعبيدة عبدو كصحفية وكأم أيضا أنه قرار تعليق الدوام الوجاهي في المدارس قرار صائب وما في داعيها للجدل بيزنطي اسمحي لي دكتور أسيل أن نستضيف الزميلة عبيدة عبدو عبيدة صباح الخير صباح الخير طارق ولجميع المستمعين صباح الخير عبيدة إحنا معانا على الخط الدكتور أسيل الجلاد وبنفذه قاعدين وقفة احتجاجية لعودة التعليم للمدارس وللتعليق الدوام في المدارس أنا حاب أسمع وجهة نظرك في هذا الموضوع هي صباحة كوي صباحة الدكتور أسيل ويعني أنا أحترم جميع وجهات النظر والرؤية الأولياء الأمور أو أصحاب الحملات لموضوع التعليم المدارس نحنا يعني مع احترام للرأي للرأي الآخر لكن نحنا وصلنا لمرحلة انتشار الوباء أصبح خطر جدا علينا وعلى أطفالنا يعني لم نعد نتخيل كأولياء أمور أنا كمان عندي ابني في المدرسة لم قعد أتخيل أنه ممكن أرسل المدرسة ممكن أن يصاب بفيروس كورونا وممكن يرجع يعدينا وينقر العدوى لكثير من الناس لأصدقائه وتنتشر الأمور بشكل وبائي يعني مش قادر أفهم لغاية الآن ما هي الحكمة من أنه نرسل أبنائنا إلى المدارس وإحنا منعرف أن موضوع السيطرة على أطفالنا خصوصا كل مكانه صغار لا يمكن السيطرة علينا إحنا على الكبار مش عارفين نسيطر عشان نسيطر على الصغار ممكن أنا أدخل يلا يلا يعني أنا مش ناهدي وين ممكن أنه نوصل نحن لمرحلة عم نتشار الوباء أصبح وصلين لخط الأحمر أو المرحلة الحمراء كيف بدنا نبعث أولادنا للمدارس وممكن شخص واحد مصاب أو مخالط جاي من أسرته يعدي الجميع وينتقل إلى جميع من في المدارس من نسمع كويس إلى الأطفال وممكن نوصل لمرحلة يعني انهيار التعليم وانهيار مش بس القطاع الصحي وانهيار التعليم بشكل كام طيب نسمع الدكتورة أسيل اسمحي لي عبيدة الدكتورة هلا هو انهيار التعليم هاي صدقت فيها تعليم نهار أراد وخلص يعني بالوضع اللي احنا فيه أنا بجاوبك أنا بجاوبك معطياته معايير وين انهيار التعليم انهيار التعليم لما يكون عندك 400 ألف طفل أردني ما عنده أكسس لوسيلة من وسائل التعليم أنا بعتبره هذا انهيار اذا فيه اكتر من هيك فإذا يعني اذا فيه تبرير أكتر من هيك وين الحال أنا تناخد ولادنا على المدارس بعدين هلا هلا لا تسمح الله فيك حالات وفا لا بس بدي أحكي لك لا بتعرفي هلا إذا أولياء الأمور قاعدين بالبيت وما عم بطلعوا وما عم بغتلتوا أنا أوافقك الرأي تماما ولكن تعرفي أن أولياء الأمور قدرتهم على نقل العدوى خمس أضعاف طفلك تعرفي أن الطفل لطفل نقل العدوى تكاد تكون غير واردة أو قليلة جدا وهذا مش مخصصي الحكي هاني بدي أفهم كيف أنها غير واردة المدارس المدارس داومت شهر هل هناك حالات عدوى بين الأطفال داخل المدارس أنا بجاوبك لا يوجد انتشار للحالات طبعا ما هو دكتور أسير اسمحيلي أعطيني ضمانات أعطيني ضمانات عدم اقتراب الطفل من الآخر وعدم انتقال العدوى ضماني ضمانات أنا أمت أقاية أظلني أتعليم التعليم وفشل التعليم على حساب صحة ابني أنا حتى لو بدوني صحة ابني مات عدم انتقال العدوى اللي قاعد جنبه أنا الفترة الأولى يا دكتورة لما ابني داوم في المدارس الحكومية كان يزجع ابني مستاء لأنه ما فيه التزام بالكمامات ما فيه تباعد هدا عم تحكي عن المرحلة الثانوية فإنسان أنت على المراحل الأساسية اش ديصير فيهم صار له شهر ابنك قاعد بالبيت ما بطلع بره أبدا عبر هذا المنبر دكتورة وزميلة طارق اللي بالنسبة للانتقادات للأسف الشاسع على موضوع منصة درسك يعني أنا ابني بتراحة بحب أحكي لكم وأبوجه كلمة حق من هالمنبر إنه استفاد كثيرة من خلال التعليم عن بعد صرت أشوفه ملتزم بشوفه إنه عن بعد على المنصة بتابع عم بقدم امتحاناته الموضوع مش بهالطريقة الكارثية ليش إحنا عم نحاول دايما إنشوه أي مجهود يعني لا هي عم نشوف هي وجهات نظر هي وجهات نظر وما بصبب يعطيني طيب طيب عشان نوضح النقاش جملة واحدة جملة واحدة دكتورة أسيل عدوى ما بين الأطفال طيب راجع لك عبيدة جملة واحدة دكتورة أسيل أنا بالنسبة لإلي كأم حياة ابني الاجتماعية وصحته النفسية وصحته العقلية وصحته الجسدية هي أولا طيب كويس وطالب برجعته عبيدة جملة أخيرة بالنهاية أنا بطالب طالما أنه لا يوجد هناك أي ضمانات للحماية الصحية لأولادنا فلذات أكبادنا داخل المدارس في موضوع التباعد وعدم انتقاء واحتمالية مية بالمية انتقال العدوى أنا ما زلت أثر على موضوع التعليم عن بعد بدنا نتحمل هاي الفترة لأنها أزمة ما بزبط نقعد نقول النظر نفوت بجدال لا يطعم ولا يسمن من جوع كل الاحترام لا يتعليم عن بعد في هذه الفترة إلا أن تعدي هاي الأزمة على خير وتكون هناك جاهزية أو خطة بلان في وزارة التربية والتعليم في طريق التوزيع المنصات والأجهزة بشكل أكبر على مستوى المحافظات ومنعرف أنه في قرى عم بتعاني منعرف أنه في محافظات عم بتعاني من موضوع ضعف إمكانيات التكنولوجيا كل الاحترام نتحمل هاي الفترة نقولنا آه أو قلنا لا لأنه أطفالنا يعني نتحمل مسؤوليتهم في رقابنا ما نقدر نقايف عليهم بفيروس ممكن بعد 14 يوم ألا إيه مش عندي نصح كلامك صح عبيدة عبدو كل الاحترام الصحفية زميل عبيدة عبدو كل الاحترام للدكتور أسيل جلال منصقة حملة لا لتعليق دوام المدارس شكرا لكم التعليق لكم إخواني أخواتي اسمعتوا وجهتين النظر